لوحة جمالية بمناظر طبيعية في بيئة على شاطئ يزخر بحياة فطرية فيها من نباتات وطيور وشجيرات والتي تبعث في النفس راحة واطمئنان جمال هذا الشاطئ يعكر صفوه مجرور صرفه الصحي يبث سموما إلى بحر سليبيخات ومطالباته من قبل المواطنين بمعالجتها كذا مشكلة حشرات وجدت لها موقعا في مجرور فيه من النفايات ذات تأثير على الصحة والبيئة ومناشدات لسماع صد وشكوى لجهات ذات علاقة صارت أربع مجاري زين وطبعا شوف لا هي يعني محددة بطريقة إنه واحد لو بسيارته يمرشيه هذا رح رأسا يكون فيها الباعوض والروايح اللي قعتي من هذه ومع غيرها مع البحر صليبخات هذه النقطة الأولى حق اللي إحنا معانته من الريحة لما نمشي خاصة لما يكون الهواء يعني الشمال أكثر تكون ومع ارتفاع نسبة الرطوبة يبث هذا المنسوب روائح ضايقة سكان مناطق وعزف آخرون عن ارتياد شاطئ كان بالأمس ملاذا ومتنزها في حالة الرطوبة أو في حالة سوء الأحوال الجوية الرواح هذه تتلعب كثرة فتسبب لنا رواد الأماكن هذه تسبب لنا أمراض تسبب لنا تعب نفسي ما أقدر أقول لك الوصف اللي أقدر أصف لك هي حق الأمراض اللي راح تسببها لنا فالحكومة المفروضة أنها تطالع الأمور هذه وتهيي الأجوال مناسبة حق مواطنينها ويعد مجرور صليبخات واحدا من بين مجارير صرف صحي تكب نفايات واسمون في جون الكويت ودمر البيئة البحرية للبلاد بمخلفات ومخالفات أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس